السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتتبعين لقناتنا والأم البنات مع وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم أخواتي إخواني جيت نشاك معكم هاد ميني باقيت حلو بمكونات ليهما اقتصاديين والطريقة التحضيرية سهلة وبسيطة أنا متقني لجابته غدينا الإعجاب ديلكم لأنه كيجي خفيف والديل وقوطني في نفس الوقت لما لا نقدموها كالوليداتنا او الضيوف دينا في القوتي إذا أجبكم فيديو اليوم شاركوا مع الأصدقاء والأحباب ديلكم باشها تزيد العائلة دينا في اليوتيوب تكبره كما كتلاحظوا معي الشكل ديالهم من الدخلة كي يجير قوطني وكي يجير لديد بلا قياس ندلز المكونات وطريقة التحضير فأول حاجة نحتاجه ربع كاس من الزيت نباتية نحتاجه نصف كاس من السكاح وبيبات نحتاجه كاس وعبع من الحالي نحتاجه صش من الفاني من كهد السهر وصش من خميات الحلويات بيضة نحتاجه الملح نحتاجه هنا معلقة تكون كبيرة عامة مزيان من السبدة وقشور بطوقة ونحتاجه معلقة عامة من خميات الخبز وعندنا هنا 500 قاب من دقيق الفوس هذه هم المكونات كما لاحظتم معي مكونات اقتصادي ولكن نتيجة هذه تحصل على النتيجة التي يزوينا فأول حاجة ناخده إناء فشا نخدم المكونات نضيفه كاس من الحالي بيكون دافي معلقة من خميات الخبز ونضيفه قشور بطوقة نضيفه الملح وربع كاس من زيت نباتية يكون فيت شوية البناتة وربع كاس ونضيفه نصف كاس من السكا حبيبات نضيفه صشي من خميات الحلويات عفوان صشي من الفاني بن كاد الزهر ونضيفه بيضة هذه هم المكونات فاشا نخدمه في الأول نخلطه جيدا ونستعملها كيدي لأن اليد التي تحكملها في القوام الخالد في الأول نخلط المكونات جيدا حتى نسجمليها مع بعضهم ونحس بأن الحبيبات السكا دابوا كما لاحظوا معي الحبيبات السكا دابوا والخميات هي كذلك دابت لي مع الخالد ونضيفه دقيق 500 غام في الأول نضيفه نصف الكيميات من الدقيق ونحاول أن ندخلها جيدا في الأول دعوة أنكم تخدموه جيدا لأن هذه هي الطريقة التي تعطينا النتيجة باش يجيونا خفاف من الداخل من بعد ما خدمت الخالد ديلي مزيان ونزيفه نصف الكيميات الدقيق نضيفه نصف الثاني ديال الدقيق مع قصص شيء من الخميات الحلويات ونبقونا ذلك في العجينة انتم ما تلاحظو معايا كانت قندلك في العجينة وفي نفس المحالة وفي نفس الوقت كانت قندلي في الدقيق تدريجيا وفي هذه المحالة بنسبة له وابع كأس من الحليب اللي يخلينا حتى الاخرية من بعد ما كانت لكو العجينة بعد طائقة كما لاحظو معايا الكمية ديال الدقيق اللي كتكون بقى عندنا في الإناء هو اللي كنجمعو به بالحليب لان في الاول ضفنا فقط كأس من الحليب انتم ما كنجمعو العجينة وكندلكوها مزيان ومن بعد كان بقى نضيف هذا كوابع كأس من الحليب اللي كنخليه جانبا كان بقى نضيفه التدريجيا وانا كنجمع ففل العجين حتى متحسفوا لهذا القهوة ممكن ما لاحظو معايا القهوة ديال الخاليط وانا كنت جاء الطبا ما تجيش لنا العجين قاسحة انتم ما كنت تحكموا في القوام ديال الدقيق لانا النوعية ديال الدقيق كتختلف انا هنا اخذت لي كأس وعبع من الحليب من بعد ما ضفت كأس وعبع من الحليب كما لاحظو معايا من بعد ما عجن تعفوها العجينة كان زيدو معلقة تكون كبيرة عامة مزيان من الزبدة وكان حاولو اننا ندخلها في هذا الخاليط من بعد ما ندخل معلقة من الزبدة في الخاليط في العجينة ديالي فهذا ما حالا كتكون العجينة كتلسق في اليدين ديالنا كنت اخذو شوية ديال الزيت باش نجمع العجينة ديالنا وتجمع لنا لان العجينة كتكون مخوفة ما غاديش بريد تجمع لنا بالاحسن انكم تدهنوا بقليل من الزيت ما تكتوش الزيت البناد دوي انكم تضيفوا قليل فقط من الزيت باش هكا نحاولو اننا نجمع العجينة وغادي ندهنوها من فوق بهذا الشكل نغطيها بلاستيك عدائي ونخليوه بشي سابيتة ونخليوها جانبا نحطي ضعف لنا الحجم ديالها انتم ما كتلاحظوا معايا كنخليوها جانبا من بعد ما كتلاحف لنا الحجم ديال العجينة كما لاحظوا معايا القوام ديال العجينة والعجينة كتكون مدلوكة وكتعطينا الطعب باش نخدمو بها كندهنو سطح العامل بقليل من الزيت وكنزولوها ديال العجينة كلها اخصنا ضعوي اننا نبقى ونضربوها كابل الجوانيب باش نزولو منها الهواء وتزيد العجينة كتبتلك من بعد ما كنزول منها الهواء كنقسمها الكوعات اللي هما يكونوا متساويين الحجم انا هنا قسمتها العشار الكوعات ضعوي انهم يكونوا متساويين وانتو ما كتتحكموه في ميني باقيت اللي بغيتو ممكن انكم زيدوا تصغروا عليها هكا Well, one better brother ك�이ما لحتوموا معايا من بعد ما اقسمت العجينة ديالي لعشهاد الكوعات كان نخدو الكوعات الأولى اللي claimingها اعتزاوها وكنر اتخلوها هكا على شكل دائي كما لحتوم معايا من بعد ما ا locally BurKE كما لحتومين معايا الشكل تهاء شكل دائي كان ناخدوه النصف الاول وكنر اضجعوها هكا على النصف ونتمضغطه بالاصا باقي لكي تلسقلينا العجينة وكنت أخدوه النصف الثاني وكنر اضجعوه على النصف الأول ونضغطه بالأصابيع او عفوا نقاص بالأصابيع لعجينة تستقلينا نحاول ان نضغطه جيد ونعود نضغطه لان العجينة ملاسقة مع بعديتها ثم من بعد المشكلة مني باقي نضعه في اللطة اللي كدخل فعال من بعد ما فرشت لها الواق ديال الطبخ او ندهنوها بقليل من الزيت ندهنو القطع الثانية ندهنو سطح العمل بقليل من الزيت لا تكتوش الزيت اللي بنات ونسحو العجينة ديالنا على شكل دائع نرجعو النصف الأول للنصف وناخدو النصف الثاني نرجعو فوق الطرف الأول ونقاصوها كبل الأصابيع ديالنا طيقة همود بحث الفيديو كنتمنى انني وصلت لكم الفكرة ناخدو كورة الثالثة كما نحتو معي يخصنا دارين مشوا بالتاتي باش هكا تساعدنا العجينة في الخدمة ديالها كنناخدو الجزء الأول كننجعوها كالوسط والجزء الثاني وكننضغطوه بالأصابيع ديالنا من بعد ما كنتأكدو بلي انه يسك نجعو للجزء الثاني ونقاصو العجينة مزيان من بعد مسالية الكيمياء كلها اللي عندي كما لاحظو معي نغطيوها ونخليوها حتى يضعف لنا الحجم ديالنا انتو ما كنتلاحظو معي من بعد ما تضعف لنا الحجم ديال كنناخدو صفا بيضاء وكنناخدو قليل من القهوة سيعة الدوابان ومعيقة من الحاليب كما لاحظو معي نعود معاكم مكونات صفا بيضاء معيقة من الحاليب وقهوة سيعة الدوابان كننضغنوا ميني باقيت ديالنا من فوق من الجواني بات الشكل كما كتلاحظو معاي كننضغنوا مزيان مزيان وكننحاولوا باش منها سوشلي هم ذيك الخمياء ديالهم وهنا خديتها كالسوكا البوني لحبيبة وكيكون غلط كننزينوا بهم الحلويات قولوا البائع الحلويات ستجدوا ان شاء الله عند اللي كيبيع افوان المواد ديال الحلويات كتقولوا لي السوكا البوني وكيعطيها لكم وكنزين هنا كاوكا وكنكاسي من الفوق بات الشكل كما تلاحظو معاي كيبقى على حسب الدق ديالكم او على حسب الاختيار اللي متوفوا عندكم في البيت ديالكم كننخدو هنا الشفاء داوي انها تكون جديدة وكنبقو نشاطو بهات الشكل كما لحطو معاي كنبقو نشاطو وما نحاولو انه نما نبطوش القوام ديال الميني باقي ديالنا هنا كان في الحلويات جنا الماحة كنساطو من الفوق iyi انها كنت فلحو يعطي Todos الأعجينة ديالكم من الفوق باش هكه من بعد ما يطيبو كندخلوmiş كندخلوهم الفاقة إننا تكون hereof وتمتحلهم تحطي من ال� haut ومن بعد aqui نشعلو عنا ليهم العافية من الفوق هذا هو الشكل من بعد ما طبوا serve هذا استيقظ السكا البوني سيزيد لهم اللوون وكيزيد لهم واحد البنة اللي يلدي دا بزاف إلا عجبكم فيديو ديالهم عفوان وعجبكم محتوى ديالفيديو من طبيعة الحال كما تلاحظوا معي الشكل ديالهم وكي يحمى ولينا وجهنا نحطهم هكا الضيوف او الوليداتنا ليمالا اي هكا الفطوع او الكسكر القطي ديالهم وكيجوائرين وكيستحقوا انكم تجعبوهم كما لاحظوا معي الشكل ديالهم كنتمنى انكم تجعبوهم البنات ووضع ليفكو مونتي إلا عجبكم فيديو ديال اليوم وعجبكم محتوى ديالفيديو من طبيعة الحال ما تنسوش تشاركو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش هكا تزيد تفاعل في القناة نقسم معاكم كما عودكم دائما انني نقسم معاكم محبة باشتشوفوا الشكل ديالها من الداخل صدقوني هكا يجيو